اللي هي كلنا كنا مترقبين قرعة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة اللي إن شاء الله نأمل إن النادي الأهلي يكون بإذن الله من نصيبه اللقب العاشر ويحرز المزيد من البطولات الأفريقية طبعاً وإحنا نسألين إنه هو كمان بيحمل الرقم القياسي لهذه البطولة لأنه حصد فيها تسع ألقاب بينما صاحب المركز الثاني اللي هو نادي الزمالك جايب خمس ألقاب بس يعني فيه فرق أربع ألقاب ولكن إحنا طمعانين دايماً في البطولات وتمعانين في تحقيق الأرقام القياسية ونأمل كلنا كلعيبة نادي أهلي أو جهاز الفني أو مجلس إدارة أو جمهور إن شاء الله تكون العاشرة بعون الله طبعاً الأهلي زي ما قلنا بيلعب أي بطولة وبيشارك فيها وعينه بس على منصة التتويق أو عينه على المكسر بإذن الله تكون البطولة العاشرة بإذن الله للنادي الآلي لأنه زي ما هنعرفين بالأرقام دي بطولة فيها عشق بين البطولة وبين النادي الأهلي وبإذن الله إن شاء الله تنضم البطولة العاشرة لدولاب بطولات النادي الأهلي نشوف بقى المجموعات بتاعة أفريقيا المجموعة الأولى حيبقى النادي الأهلي فيتا كلاب الكنغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني المجموعة الثانية مازمبي سانداونز الهلال شباب بلوزداد مجموعة الثالثة الوداد هوريا الغيني بيترو أتليتكو كايزر شيفز مجموعة الرابعة التراجي الزمالك مولودية الجزائر وتنجد السنغالي طبعا هنختلف بقى في القراءة شوية ناس تقولك دي مجموعة سهلة وناس تقولك دي مجموعة متوازنة وناس تقولك مجموعة صعبة الكرة علمتنا إن ما فيش حاجة سهلة إحنا لسه شايفين الرجاء خرج من بطل السنغال ولسه شايفين التراجي كسب بصعوبة كبيرة جدا وبهدف يمكن عليه كلام ووصل بالعافية لدول المجموعات لا إحنا عايزين نقول إن النادي الأهلي ما فيش حاجة عنده سهلة ونص نص لا كل الماتشات بطولة المجموعة صعبة المجموعة بتعامل معاها النادي الأهلي وخلي بالكو إحنا قبل كده حصل لنا بعض المواقف إحنا كنادي أهلي حصل لنا بعض المواقف يمكن كان فيه استهتار بعض الشيء ببعض الفرق للأسف ساعتها خرجنا من التصفيات أو خرجنا من الأدوار الأولى فما فيش أبدا حاجة اسمها مجموعة سهلة ومجموعة صعبة كل المباريات صعبة بدليل إنهم وصلوا لدوري المجموعات فما فيش حد يقول آه دي مجموعة الأهلي والله متوازنة لا دي مجموعة الأهلي سهلة بص لا 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 فيش حاجة كده خالص بالعكس كل مجموعة صعبة ومجموعة النادي الأهلي كلها صعبة والفرق كلها متساوية إذا كان آه فيه مستويات أول واثنين وثلاثة واربعة ولكن الفرق كلها متساوية لإنها في دوري المجموعات ده نبقى عايزين فرقتين من كل مجموعة بس أول وثاني ممكن تقولي اللي هو في الليفل الرابع ممكن يبقى أول الليفل الثالث ممكن هو يبقى أول ممكن الثالث والرابع اللي محطوطين في المجموعة ممكن تليهم أول وتاني عادي جدا بتحصل في الكرة مفيش حاجة اسمها مجموعة سهلة وفرقة سهلة لا 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 كله صعب النادي الأهلي بيتعامل مع الجميع بكل قوة واهتمام لأن احنا دينا هدف واحد زي ما قلنا الصعود للدور اللي بعد كده إن شاء الله وبعد كده منها للنهاية زي ما حصل السنة اللي فات وبعد كده بإذن الله الوصول لمنصة التتويج لأنه هو ده الهدف الرئيسي لنا كنادي أهلي زي ما النادي الأهلي عودنا دائما بالنصة التتويج هي نمرة واحد ممكن يجيب عنك التوفيق ممكن عادي ولكن الجميع بيعمل اللي عليه علشان في الآخر كلنا نفرح بتتويج أي بطولة زي ما عودنا النادي الأهلي